ازاي اصل لحالة القداسة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس كونوا قديسين في كل سيرة لانه مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس ازاي اصل فعلا ازاي اصل لهذه الحالة القداسة اللي بيحكي عنها الكتاب نفس الاصحاح اللي انت اختبست منه في بطرس الاولى واحد كيف يبدأ يقول للمؤمنين مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي لرجاء حي دي عايزة واقفة اخر اصحح يقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل من ملاف وكي انه يقول قبل ان ادعوكم للقداسة هل اخذتم طبيعة الله القدوس وكما قلت اقرر الولادة من فوق هي اني تزرع في طبيعة عندما تزرع في هذه الطبيعة الجديدة يسكن في روح الله القدوس احب كلمة الله القدوسة ويحدث بقى نمو متدرج في الحياة لان القدوسة مشوار يقول عنها كاتب العبرانين الصحة 12 اتباعوا للقداسة ودي تعني سيروا في القداسة اذا انا ببدأ ببدأ مع النمو في الحياة المسيحية يبدأ الانسان اشياء كثيرة كانوا يحبها تدريجيا تسقط 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 ويصبح اكثر شبها بطبيعة الله اشتركوا في القناة